حذرت وزارة الصحة الألمانية من تسارع وطيرة الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا وذلك بعد ارتفاعها اليوم بشكل كبير من جانبه حذر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية المواطنين مشددا على ضرورة عدم الصفر خلال عطلة عيد القيامة وذلك لاحتواء الزيادة في عدد الحالات كما أظهرت بيانات المعهد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى أكثر من 17 ألف حالة ليصل الإجمالي إلى أكثر من مليونين و629 ألف إصابة كما أظهرت الأرقام زيادة في الوفيات بواقع 226 وفاة ليبلغ الإجمالية في الأعداد منذ بداية الجائحة قبل نحو عام إلى أكثر من 74 ألف وفاة